نستكمل المفاهيم التكاليفية رقم 3 أهداف محاسبة التكاليف Cost Accounting Objectives تؤدي محاسبة التكاليف الوظائف الرئيسية الآتية رقم 1 تحديد تكلفة وحدات الإنتاج بهدف تسعرها وتحديد تكلفة المغزون رقم 2 التخطيط وإعداد الموازنات التخطيطية رقم 3 الرقابة وإعداد معايير التكلفة وكشف الانحرافات 4 ترشيد اتخاذ القرارات الإدارية وتحقيق الهدف الأول يعتمد على العلاقة التالية تكلفة إنتاج الوحدة بتساوي إجمالي تكاليف الإنتاج مأسومة على عدد الوحدات المنتجة فمثلا إذا كانت إجمالي تكاليف إنتاج 50 ألف وحدة 200 ألف ريال فما هي تكلفة إنتاج الوحدة؟ تكلفة إنتاج الوحدة بتساوي إجمالي تكاليف الإنتاج مأسومة على عدد الوحدات المنتجة يبقى بتساوي 200 ألف ريال على 50 ألف وحدة يبقى هنا تكلفة إنتاج الوحدة تطلع 4 ريال لكل وحدة بنضيف عليها هامش ربح لتحديد سعر الوحدة لتحديد سعر الوحدة رقم 4 موقع محاسبة التكاليف في الخريطة التنظيمية للشركة الشكل التالي يحدد موقع محاسبة التكاليف في الخريطة التنظيمية وتحت أي إدارة تظهر محاسبة التكاليف مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب يندرك تحت منه نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإنتاجية نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون التسويق والمبيعات نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية يندرك تحت منه مدير التمويل مدير الحسابات المراقب المالي مدير المراجعة الداخلية من مدير الحسابات المراقب المالي يندرك تحت منه محاسبة التكاليف والحسابات المالية والتخطيط والموازنات ونظم المعلومات الحسابات المالية يندرك تحت منها حسابات المدينين حسابات الدائنين الأجور وهكذا رقم خمسة محاسبة التكاليف والشهادات المهنية الـ Cost Accounting and Professional Certificates شهادة CBA يمنحها معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي Certified Public Accountants شهادة CMA يمنحها معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي اسمها Certified Management Accountant شهادة السكبة SOCBA تمنحها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سعودية Organization for Certified Public Accountants كل هذه الشهادات تتطلب في المتقدم معرفة جيدة بأسليب محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية شهادة 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 اشتركوا في القناة لنشادة شهادة